الثقافة والفن والسياسة والأدب كلها كانت حاضرة ضمن فعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي كان أبرزها ندوة الزواج عبر الإنترنت الندوة النهاردة كانت بتتكلم على دراسة كبيرة قام بها المركز القومي للبحث الاجتماعية والجنائية عن التعارف والزواج عن طريق شبكة الإنترنت في استطلاع رأي يتعمل في مسح ميداني يتعمل تحليل البيانات أسليب القبول والرفض لها كلم على الأبعاد الاجتماعية لهذا الأمر والأبعاد التقنية والثقافة المرتبطة بالشباب والتحديات المرتبطة بهذا النمط من الزواج ومدى استمرارية الأسرة من عدمها احنا بنلمح بعض المشكلات التي تتعلق بقضية الزواج كنا لابد نحط على الترابيزة الكلام على مسألات إزاي نقدر نواجه هذه المخاطر بشكل في رسائنا نستفيد بالتكنولوجيا مع وعي وكمان تجريب ومع تقييم وتعديل الصالون الثقافي بالمعرض تناول شخصية الكاتب والأديب الراحل جمال الغطالي الندوة غطت جوانب كثيرة جدا في حياة جمال الثقافية والفكرية والأدبية بشكل عام وتم تناول طبعا مصاره التاريخي منذ نشأته دمال الغطالي الحقيقة استحضار اسمه واستحضار تجربته مهم جدا في هذه الفترة لأنه هو واحد من المدافعين الكبار عن الهوية المصرية عن الشخصية المصرية عملوا كمراسل الحربي في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر يعني يمكن في جوا قيمة الجيش المصري بشكل كبير ويمكن هو كان واحد من أهم المدافعين عن الجيش المصري طول الوقت قناة السويس أيضا كانت حاضرة عبر ندوة تحت عنوان قناة السويس بين التحديات والفرصة واضح جدا أن قناة السويس بتستحول على 100% من حركة التجارة والتلحويات اللي بتقنقل بين المنطقتين دولا أما على المستوى الأدبي فقد ناقش المعرض قضايا هامة على رأسها ورش الكتابة العربية كنا بنتكلم عن تجارب العربية في ورش الكتابة وزي يعني كل دولة تساعد الكتاب الموهوبين وتخليهم يقدروا يضعوا قدمهم على أول الطريق ندوة مهمة جدا خاصة لتبادل الخبرات وأيضا الأفكار التي طرحوها الزملاء الذي كانوا معي في الورشة جدا مثرية والتجارب مختلفة الحراك الثقافي وأهميته كان حاضرا أيضا ضمن ندوة تحت عنوان الثقافة طوق نجاح دي ندوة عن الكتاب اللي أنا في الفترة الأخيرة نشر والكتاب عنوانه الثقافة طوق نجاح لأن الثقافة يعني معنية بالسلوك الإنسان بالتحضر للإنسان احترام الإنسان للقانون احترام الإنسان اللي عمله في الشارع في بيته في أي مكان الثقافة هي نمط هي سلوك هي تفاصيل كثيرة في الحياة وطننا بموقعه الجغرافي ومسيرته التاريخية بيمر بمتغيرات شديدة الأهمية فالثقافة اللي كنا عايزين ووصلها النهاردة هي تسلح الإنسان بأسلحة علمية وفكرية وثقافية لكي يواجه المتغيرات التي تطرع علينا في الحياة العامة هذا التنوع الثقافي الكبير هو أحد أهم مميزات النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب والذي تستمر فعالياته حتى السادس من فبراير